قبل بس ما نروح لنجومنا الكبار المتوجدين معنا في الستوديو نطلع نشوف كريم أحمد ومعايا كابتن محمد يوسف هايقولولنا ايه عن هذه المباراة فضل يا كريم كل التحية لك من جديد كابتن اسلام الشطر نجوم الستوديو تحيي لجمهور النادي الأهلي مبروك النادي الأهلي نهاردة مباراة اكثر من رائع اداء كالعادة وروح الفنينة الحمرة اكيد هي السائدة في كل المباراة الخاصة بيه فريق النادي الأهلي كابتن محمد يوسف المدارب العام مبروك كابتن يوسف مباراة بيصل بيه عن نادي الأهلي لنقطة 51 بيابعد نقطة وحيدة عن المتصدد المركز الأول لكن بشكل عام جيم جيد تحضير نفسي تحضير بدني كمان وفني كان على الأعلى مستوى خلال الأيام الماضية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحمد لله الأول بمسي طبعا على الكابتن اسلام وضيوفه المباراة زي ما انت قلت يعني الحمد لله يعني احنا من الشرط الأول عملنا ريت من الأول قوي جدا على فريد بيترجيت فريد بيترجيت بيشهد الفترة الأخيرة فترة مميزة جدا يمكن صعد من قعل الجدول كان المركز الأخير لما يمسكهم عودة لعبوا خمس مباريات عندهم مكسب تلاتة مكسب وتعادل واخصاره فطبعا عملين نتائج كويسة احنا طبعا كنا محترمين جدا الأداء بتاعهم ركزنا عليهم ركزنا على الأداء بتاعهم وبالتالي تخلنا المباراة يمكن جبنا هدف مبكر بتاع جونيور من كورنر جميل غطنا على طول بهدف تاني اللي أنا عايزة أقوله أن المباراة رتمها حلو يمكن فيها مكسب كتيرا رامي ربيع بياخد عزارو برضو بعد فترة طويلة مروان محسن بيسجل هدف جميل الهدف التاني جمل حلو جدا من لمسة واللومسة واللعبة الرتم حلو يعني فلنا عايزة أقوله أن عندنا مكسب الحمد لله غير التلات نقاط وعندنا أيضا خسائر يعني لما إصابة خلفية بتاعة حمدي فتحي وإنذارين أو سوري الإنذار الثالث لنيدف طبعا دي يمكن فيها حتة سلبية شوية لكن في النهاية أنت بتتعامل مع المباراة كله والثلات نقاط مهمين جدا بالنسبة لنا وإن شاء الله يدونا ثقة للتكملة اللي جاية إن شاء الله طبق معي كابتن يوسف أن سر من أسر النجاح فريقا للنادي الأهلي هو توفير المناخ الجيد مع الظروف ومع الإصابات الجهاز الفني بيحاول أنه يفصل لعيبة كمان بيفصل لعيبة في كل بطولة عن بطولة يعني إحنا خلاص داخلين على بطولة أفريقيا مباراة فيتا ده سر من أسر النجاح كابتن يوسف طبعا توفير المناخ ده مهم جدا وهو ده اللي بيشتغل عليه النادي الأهلي دايما النادي الأهلي كمجلس إدارة أو لجنة كورة أو جهاز فني بيوفر المناخ الجيد إن اللاعبين إن هم يقدوا وإن هم يطلعوا لعندهم لأن الأساس اللاعبين هم العنصر الأساسي فاللي أنا عايز أقوله إن دور الجهاز الفني أو دور الإدارة أو لجنة الكورة أو كده إن هم بيوفر المناخ وبيوفر الإمكانيات وبيساعدوا اللعيب على أداء دورها اللي بيمتع الجمهور ويدي النتائج للجماهير فالله انا عايز اقوله طبعا ان احنا ماشيين خطوات لسه طبعا الدورة انا بقول طويل وقلت قبل كده لسه طويل لكن مهم جدا ان احنا نقفل الملاك في خلاص متاع الدوري عندنا مباراة بعد اربعة ايام يوم تسعة ان شاء الله مع فيتا كلوب ودي مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا في دور المجموعات فانتمنى ان شاء الله ان احنا ابتداء من بكرة نبدأ نركز ونشتغل عليها ان شاء الله شكرا عظيم شكرا جزيلا يا كريم